خط أحمر رسمه ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي السابق لوالده والسبب نيك هيلي السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة في سابقة هي الأولى من نوعها نجل الرئيس الأمريكي يدخل الخطة ويتوعد ببذل قصار جهده للتأكد من أن نيك هيلي لن تكون نائبة لوالده ولن يسمح لها بدخول بطاقة اقتراع والده لعام 2024 على الرغم من شعبيتها المتزيدة بين الناخبين الجمهوريين وفق ما أشارت له صحيفة نيوزويك التي نشرت نقلا عن ما قاله نجل الرئيس الأمريكي السابق أن نيك هيلي تريد حروبا لا تنتهي أبدا وبأنها قد تكون أداة غير مباشرة لمن يريدون ممارسة النفوض ضد دونالد ترامب وفق مراقبين أقارب ترامب أصبح لهم تأثير كبير على كل القرارات التي تخص مستقبله والسياسي حيث أكد نجله أن اختيار هيلي لمنصب نائب الرئيس لوالده ستكون كارثة ذات أبعاد أسطورية لأن كل ما ستحصل عليه هو فريق يحاول تدمير دونالد ترامب من الداخل إلى الأبد لكن ترامب الإبن اعترف أيضا بزخم هيلي ووصفها بأنها المرشحة الأكثر ترجيحا لتحدي والده بدلا من حاكم فلوريدا الحالي ووسط صعودها في استطلاعات الرأي ظهرت أصوات رافضة لتعيينها نائبة للرئيس بما في ذلك من رئيس مجلس النواب السابق كيفين ماكارثي وفق ما نقلته صحيفة نيوزويك أيضا لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر